بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن V او السيتوميجالوفيروس في القصة طيب هنتكلم مقدمة عن الـ CMV هنتشوف الـ Epidemiology بتاعه الـ Diagnostic Workup اللي بيتعمل في الحالات وممكن يأطلق فيه مع ايه وخصوصا الـ CMV دي حاجة فعلا في ايدينا ان احنا نعملها ولا لا طيب CMV تقريبا يعني معظم الناس كل الـ everywhere got infected by CMV at a time in their life زي برضو ما اتفقنا في الـ Epstein-Barr معظم الناس وخصوصا في الـ got infected بالـ Epstein-Barr virus الـ spectrum بتاع الإلنس يتراوح ما بين ان هو ولا حاجة خالص asymptomatic يعني يمكن محدش يعرف اصلا انه جاله CMV or very mild وده في الـ immune competent host بس انا في الحتة دي معلش انا هحط خط كده انه هو asymptomatic في الـ immune competent فهي مش مش يعني ما فيش حاجة تبقى مية في المية ما بتحصلش يعني مش هنقولنا لا استحال انها تحصل في عين immune competent لا it happens ممكن تحصل بس مش الاصل يعني الاصل ان العين immune competent اللي منعته كويسة الشخص الهلثي تماما ما عندوش اي حاجة المفروض CMV ده هيعدي كده عليه ولا يحس بيه او بالكتير قوي يعمل المونونيوكليوزيس like illness لو تفتكروا في الـ differential diagnosis على الـ infectious مونونيوكليوزيس الـ M-L-I اللي هي مونونيوكليوزيس like illness ممكن بتحصل بالهيباتيتس والأدنو والCMV وبعض يعني بعض الفيروسز كان من ضمنها الـ CMV اللي بتعمل كده طيب في الـ immune compromised لا ده ممكن يبقى سبير وممكن يبقى life threatening ممكن العين يموت مين هم immune compromised هو صدول واحد الـ babies الـ newborns وخصوصا premature اتنين عينين بتوع transplantation recipient of bone marrow transplantation hematopoietic stem cell transplantation أو solid organ transplantation من تاني عينين عندهم primary immune deficiency أو immune dysregulation T cell dysfunction natural killer affection وهكذا خلاص وكمان ايه تاني العينين بياخدوا chemotherapy أو بياخدوا severe prolonged periods of immune suppressive medications طيب يبقى دي اول نقطة عرفناها ان cnv is very common يعني disease مشهور جدا spectrum بتاعه ياما ولا حاجة ياما very severe illness على حسب post immune competence طيب وزي ما قلنا في الابشتاين بار ان one cnv is all cnv يعني once ان انا جالي infection انا خلاص عندي persistent infection لازم هيفضل عندي primary infection بيؤدي الى persistent infection دايما هيفضل عندي antibodies دايما هيفضل cnv ده dormant جوة الخلايا بتاعة البلود اللوكوس والمون دايما بيفضل موجود فيها يجي بقى وقت يبقى re-activated لما immune system يقل شوية او حتى even غير ما immune system يقل ممكن يبقى re-activated ويعمل secondary infection او reactivation طيب اكتر حاجة مخيفة هو الconjental cnv والpost transplant لانه هيعمل مشاكل زي ما هنعرف بالتفصيل طيب بس في حاجة بقى ان cnv لي chronic effects للpersistent infection انه لقوا انه هو على مدار العمر ممكن بيغير او بيعمل حاجة في immune system some sort of immune response بيؤدي الى انه يبقى associated مع امراض تانية زي zay inflammatory bowel disease لقوا انه مسؤول عن يعني او متسبب في في وطبعا في اخطر حاجة في cnv طبعا و الماكسمام exposure للcnv بتحصل في اول سنة من العمر ونعرف ليه بالزيت طيب ممكن يجيلي طريق من الطرق عن طريق بلود برودكس ان البلود بتاع مريض عنده cnv وفي الترانسبلانتيشن لو كان الدونر عنده cnv ورسيبيات بتاع الترانسبلانت نيجاتيب فإذا هم عندوش اصلا антиباضيز وانا دخلتله جرافت فيها دور من cnv وبالتالي ممكن يري اكتيبيت في عين اصلا ما عندوش خالص антиباضيز ولا عمر رجاله جاله الليل مزده قبل كده فبالتالي ممكن يحصل severe disease ويؤدي الى فشل الزرعة على بعضها زي الابشتاين بار كان عندي capsid port في الDNA double-stranded DNA وعندي الانبلوب بارت البروتين بيتنقل ازاي بقى cnv اشهر طريق للنقل اشهر طريق community acquired عن طريق من infected person سواء كان blood او urine او saliva اكتر حتى يقولوا الاطفال اللي هما بتروح الحضانات كتير قوي ممكن هما يتسببوا في انهما يعدوا بعض ويعدوا الوركرز اللي بيشتوروا في الحضانة ويعدوا الستاف بتاع الحضانة ويعدوا باباهم وموتهم لما رجعوا واخوتهم فده اشهر يعني الاشهر الاطفال بتاكل مطرح بعضها بيشربوا في نفس الكاب مثلا او البوتل بنبقى دي طريقة طريقة التانية through breast feeding breast milk طريقة لنقل CMV طيب طريقة التالتة عن طريقة transplanted organs لسه ايلينا او transplanted grafts زي في solid organ transplantation او bone marrow transplantation عن طريقة blood transfusion دي انا ديت دم في CMV كتير جدا تلاقي العيان يجيله ما كانش positive للCMV بقى positive بعد التransfusion او عن طريق من الام للبيبي اللي هو لسه fetus وده طريقة النقل عن طريق البلاسنتا اللي هي الcongenital CMV او الcongenital infection دي roots of transmission يعني ملخصة في community exposure او نوزو كوميال في الhospitals يعني و intrauterine infections وطبعا بيتنقل بال sexual او sexual transmitted disease sexual contact فانا عندي الخانة الاولى دي CMV فعليا في شخص سليم immune competent بكتير هيجيله fever source root وفتيج حاجات non specific وممكن يجيله cervical lymphadenopathy وما يسمى بال mononucleosis like illness طيب الcongenital CMV هنتكلم بتفاصيل وطبعا حضراتكم عارفين شكل البيبي البورن الcongenital CMV المايكرو كيفالك اللي عنده جوندس وهيباتو سبلينوميجلي وعنده seizures وما بيسمعش وشكل الرصوز وانطوطة طيب ممكن بقى يعملي long term يعني ممكن بعد كده يؤدي الى development لو العيان ده عدى وعاش يعني هيبدأ يدخل في ايه في مثلا يبقى cp عنده learning disabilities يجيله autism يجيله visual loss على حسب severity والبروجريشن بتاع الالمس طيب هو انا ممكن امنعه امنعه بايه فيه فيه فيكسين وما الناس بتتكلم فيه فيكسين ان هو يعني انهم يعملوا فيكسين لسيم في بس احنا ممكن اللي نقدر عليه وخصوصا لو حد بيتعامل مع اطفال وخصوصا تحت سن ست سنين اكتر وقت هي اكوير لسيم في ام بتغير لابنها بتاكل مكانه بتاخد الباسيفاير منه وتنظفها بوقها مثلا الاطفال بتاكل مع بعضها الناس بتستخدم نفس بتشرب مطرح بعض يعني حاجات دي نحاول ايه نقللها وان احنا يعني مش عارفة صعب انه تعملوها ان احنا بنيجي نبوس الاطفال يعني يعني كان فيه حد كاتب انه من الحاجات لقريتها انه الاطفال تحت 6 سنين نبوسهم في ايديهم او نبوسهم كده على فورهد ما ننقربش خالص من الحاجات اللي فيها السلايفا عشان منع ان احنا نبوت انفكتب عشان نعمل كده يعني ما عم حدش بيعمل كده بس ده اللي مكتوب يعني طيب العلاج هو اصلا ما بيعملش حاجة في الناس الهيلثي اللي ما عندهم ش النس مش هيحتاجوا علاجهم المين اللي هيحتاج علاج الناس اللي عندها سيوير ديزيز اللي هم مين غالبا الانفانس اللي عندهم وعندهم ديزيز فعلا او اعينين سواء كان عندهم ديزيز او او وهقول يعني ايه ديزيز وهل في فرق بينهم ولا لا طيب اتكلم بقى عن السيرولوجي في يعني كل حاجة معناها ايه في الامين طيب ال اي جي ام احنا بنعمل اي جي ام اي جي ام صح كده ده اللي بنعمله دايما لما بنشوك ال اي جي ام او بنبع عايزين نسكرين العيان كويس جدا عايزين نعرف ايه معنى كل واحد طيب هنقول اول احتمال ان انا عملت اي جي ام العيان لقيت اي جي ام ناجتف والاي جي جي ناجتف ايه احتمالات هذا المريض احتمالات المريض ده انه ما عندوش انفكشن لدلوقتي ولا عندو اميونيتي اصلا للدزيز وبالتالي هو ساسابتبل للانفكشن ساسابتبل انه يجيله برايماري انفكشن انه ما عندوش اصلا مجالوش قبل كده طيب ده اول احتمال احتمال التاني ان العيان ده الديزيز اللي عندو اللي خلاني افكر في سيم في هو بسبب مرض تاني غير سيم في يعني السيمتوم دي بسبب انادر ديزيز ماشي كويس او ان العيان ده اميون كومبروميز فهو مش قادر يطلع اميون انتباضي عندو اميون ديفيشنسي عندو مثلا تي سيل ديفيشنسي عندو همور كومبايند يعني او بي سيل ديفيشنسي فهو مش قادر يطلع انتباضي فهو اذا مش قادر يعمل اميون ريسبونس فبالتالي الانتباضي دي هتطلع ناجتف خلاص يعني الملخص ان السيم في ناجتف اي جي ام دز نوت رول اوت هو لو بصدف هيساعدني بس لو ناجتف مش هيرول اوت اميون كتير فيه وخصوصا في النيون وخصوصا في الام الحامل كتير اوي بيقول ايه ان هو ممكن ما يستبعدش الانفكشن يبقى انا لو لقيت الاتنين دول ناجتف يبقى العين ما جالوش قبل كده وهو اصصيب تول ما عندوش اميون او ان هو ما عندوش اصلا خالص CMV ده واللي عندو بسبب تاني او هو عندو بس هو اميون مش عارف يطلع عشان جده في العينين الاميون ديفيشنسي والترانسبلانتيشن ما بنعتمدش على السيرولوجي بنعتمد على الPCR طيب الاحتمال التاني ان العين CMV IgM positive وال IgG negative ده معناه ان العين عندو تمام ممكن يكون ده او ممكن يكون ممكن اتفقنا ان ممكن يكون عندي او العين تعرض تاني ل فانا مقدرش اقول ان هو او 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 لو لقيت CMV IgM positive و CMV IgG positive بس positive لوحدها كده مش مهمة اوى اكثر ما ان انا اتابع بتاعة CMV يعني لو لقيت الاتنين positive غالبا ده او بس ساعاتي احنا بنجي نعمل CMV لقيت IgM positive وال IgG positive بردو بس انا مش عارفة العين تقاني مرحلة يعني يعني هو اكتف ديزيز دلوقتي ولا لا طب يعملوا حاجة اسمها يتابعوا التتر بعد 8 الـ 12 اسبوع يعني من شهرين ثلاث شهور يعيدوا العين لو لقيت التتر اكتر اكتر زيادة في التتر ما بين الفيرس سامبل والاناثر سامبل ده بيدينوت ان انا في اكتف انفكشن دلوقتي او ما يسمى بالسيرو كونفرجن سيرو كونفرجن الـ IgM كان نيجاتف الـ IgG سوري كان نيجاتف بقى positive معنان العين ايه في اكتف إلنس يعني عملت العين طلع CMV IgM positive والـ CMV IgG negative بعدها بشوية لقيت الـ IgG بقى positive بعدها بشوية لقيت الـ IgG بيدبل وبيتريبل وبيتريبل التتر بتاعي بقى انا اكيد في اكتف انفكشن طيب CMV IgM negative والـ IgG positive ده معناه post exposure عندي immunity من primary infection او عندي latent infection already اوكي طيب ايه علاقة بقى CMV بال breastfeeding اتفقنا ان breastfeeding هي اشهر روت للترانسميشن في الاطفال ويمكن السنة الاولى دي هي maximum exposure لل CMV عن طريق breastfeeding ده ممكن يوصل لحد 60% من الاطفال ممكن تجهوات infected من breast milk وخصوصا في اول شهور من breastfeeding وبالتالي الاطفال دول هو ممكن ما يبقاش يبقوا asymptomatic عندهم very mild illness بس ممكن يفضلوا excret الفيروس ده في الصلايفا وفي اليورين يعني بيشد الفيروس ده up to month أو years بعد الانفكشن فهم الامفتن الصغنانين دول ريزرفوار مهم جدا للفيروس يعدوا أخوتهم الأكبر منهم يعدوا باباهم ويعدوا ماماتهم كده كده هي اللي عدتلو يعني ال CMV بس ممكن يعدوا adult لمجرد انهم ريزرفوار للفيروس مهم جدا الروت مهم جدا لنقل CMV CMV دورين بريجنانسي أنا مش هكلم خالص ما توغلتلوش لأنه كتير ومعقد بس نالقيت الاجوريزم كده يعني هسيبها لكم تشوفوها أو ممكن أبعط لكم لينك ال up to date فيها وبيعملوا ايه بقى بيعملوا ال home screening لل CMV طلعت طلعت مثلا IGM تحى negative وال IG positive هيري أشور ماشي عندها immunity وقص يا دلوقتي مش infected لا طلع CMV IGG هي أصلا ما عندهاش حتى immunity فهيحاول يقولها تمنميز ال contact مع الأطفال الصغيرين عشان ما يجلهاش CMV ويعود يتابع ال IGG لو حصل zero conversion يعني بدأت كانت negative بقت positive هي جوت infected فهيبدأ أعمل amniocentesis وتابع البيبي ده بالصنار كل أسبوعين لأربع سبع لحد ما شوف والmanagement تتوقف على termination أودي immunoglobulins CMV immunoglobulins أنا معرفش CMV immunoglobulins دي موجودة أصلا عندنا ولا لأ طيب لأ طلعت الأمة CMV IGN positive والIGG positive في ألغوريزم تاني هنشوفه خلاص يعني هي كده infected شوف بقى هنديها إيه في طبعا كلام كتير قوي عنها ده ده ألغوريزم تاني برضو الأم هي seronegative ولا seropositive هي high risk ولا low risk high risk يعني هي household للطفل أقل من ثلاث سنين فبالتالي يعني فكرة إنها تتعرض للإنفكشن فكرة عالية جدا ويعودوا يتابعوها بتفاصيل كتير مش هندخل فيها أظن يعني مش إحنا اللي بنعمل الحاجات دي أظن بيبقى أكتر مع دكتور النسب بتاع الأم يعني بس CMV إز بريفن تابعوها على قد ما نقدر لو عملنا إن إحنا نحاول إن إحنا البريجنان في ميلز بالذات ما تبقاش مع مع أطفال high risk إنهم يأكوير الـ CMV وطبعا مشهور في معظم الأطفال عندها في السلايفا وفي بسطول بتاعها الـ CMV في بيشاد الفيروس فسهل جدا يتنقل للناس أو بدل ما إيه نعمل ونغسل إيدينا وما نعملش شيرينج للأدوات الأكل والحاجات دي مع الأطفال لأنها أكتر ريزروفور هي اللينا الـ طيب كونجينتل CMV بقى ده اللي إحنا بنشوفه إحنا كده كثرة الأطفال يعني هو أتفقنا أنه ويمكن CMV أشهر سبب للسنسوري Neural Hearing Loss Non Hereditary اللي هو بسبب مش بسبب حاجة وراسي خلاص وليه Long Term Neuro Developmental Disabilities صعبة جدا CP وIntellectual Disability وVisual Impairment وSeasures والعين بتبقى حياء قصته مأساوية في أطفال بتتولد وهي عندها كونجينتل CMV ومعندهاش Symptoms بس في نسبة عندها Symptoms يمكن اللي عنده Symptoms ده أسهل في إن أنا لكن في ناس ما عندهاش Symptoms طيب قسموا الكونجينتل CMV لثلاثة Categories Symptomatic و Asymptomatic و Asymptomatic With Failed Hearing Screen يعني إيه بقى Symptomatic الطفل اللي عنده نور مور ونعرف إيه السمptoms دلوقتي Asymptomatic اللي ما عندوش Apparent Symptoms خالص ولو إن إن ممكن لأطفال دي Asymptomatic يبقى عندها hearing loss أو تدفالوب hearing loss قدام يعني في كتير من Asymptomatic Children Infants With Concentral CMV بيعدوا الانيشيال hearing screening اللي بتعمل في النيونيتس وبعد كده تيجي الأم تاني تقول لها نحس أنه ما بيلتفتش للصوت لما بخبط الباب ما بي فلا أبدأ أشك إنه ممكن يكون عنده hearing loss وظهر بعد ما عد التس وهو ده اللي خلاهم يحطوا ترمي تاني اسمه asymptomatic hearing screening دول عينين عندهم isolated hearing loss at third بس ما عندهم ش سمتم تانية دول كانوا زمان محطوطين في asymptomatic لأنهم ما عندهم ش سمتم لأنهم كانوا بيعدوا لسكري ما عندوش فيه مشكلة بس دلوقتي بعد ما بقى خصوات hearing screening يعني بقت يونيفرسل واضحة الأم ممكن بيتيجي بدري تقول فعلا مش بيسمع وده قالوا مش هيم فعن نحطها مع asymptomatic لأن hearing loss ده إذا سمتم فحطوها asymptomatic hearing screening نفس الكلام اللي قلناه عموما على الـ CMV إنه واحد من الـ يتميز بال الـ والرياكتيف والرياكتيف بالـ الرياكتيف لنفس الـ سترين اللي عندي أو بنيو سترين طيب الـ الـ ريت أو كونجينتل CMV يتميز إنه لي علاقة بالسيرو يعني السيرو ستيتس بتاعت الأم يعني هي CMV باستيف ولا ناجاتف طيب هي أصلا الأم الحامل دي جالها CMV مين هي مع الـ مع الأطفال الصغيرين وطولنا اللي بيروحوا الحضانة طيب الـ اللي بتبقى infected نتيجة الـ Transplacental يعني والأم جالها أول مرة أكتر بيجي لها symptoms after عن الناس اللي جات نتيجة re-activation بس في الأخير برضو قالوا مش فرقة ما في أطفال كتير اتولدوا بكونجينتل CMV والأم ما كانش عندها primary infection ده كان عندها ناظر new infection أو re-activation مش مهم هو المهم إنها أكتر وقت بيبو infected أو أكتر وقت لو كان الأم acquired CMV في أول trimester يعني في أول ثلاث شهور ممكن البيبي يعني very common يجي له congenital CMV برغم أنها ممكن acquired infection في أي وقت من pregnancy ويجي له برضو بس الأشهر في first trimester برضو مش فارق معنا إحنا كده كده بنشوف البيبي بنشوفش الأم أفضل وهي حاملة في حاجات بتظهر على البيبي in utero في حاجات البيبي تولد بيها شايفها وفي live threatening illness يعني دي صور من الصور الموجودة في ابتودي بصراحة لطيفة جدا يعني من الحاجات اللي في fetal أو in utero CMV أول حاجة calcifications calcifications اللي هي periventricular calcifications دي واضحة جدا ده في بيبي 24 أسبوع تمام عنده ventricular الموجودة دي مشهور بيها CMV طيب دي بنبينة إن في في البلاسينتا كل ده كل السهم الأصفر ده البلاسينتا بتاعت البيبي ودي من اللي شافوها في الأطفال اللي عندهم CMV هنا ده بيبي 24 أسبوع برضو عنده ascitis ده من CMV صور موجودة يعني طيب دي صور اللي بيبي زيت ولدت البيبي ده مسلا عنده بيتيكي وبربر اهو ماشي البيبي ده عنده مايكرو كيفلي رأسو صغيرة دي بقى عايز حاجة أوريها لكم الصورة مش شوط حقوي بس هي مكتوبة في حاجة اسمها Blueberry Muffin Rache اللي هي بتبقى كأنها حاجة يعني ببيول كده لونها Red Violet وكأنها مليانة دم مشهورة في كل التورش ومشهورة في وبتظهر في حالات تانية برضو يعني شفتها مرة في حالة اللوكيميا وشفتها في حالة LCH ومكتوبة في التورش مكتوبة في CMV يعني بتبقى يعني لو تشافت طبعا الصورة مش واضحة قوي بس لو تدورنا عليها كتبنا Blueberry Muffin Rache هتلاقيها مميزة جدا ونضحبطش مع حاجة طيب ده ملخص العيان عنده مايكرو كيفلي عنده دي صورة اللي مجرد نحن نفتكر أو اللي بتجيله يعني عشان اقرأ بقى كل ده ده كل ده كل ده كلام مكتوب في والعيان عنده احنا شفنا منها وشفنا وشفنا كاتب لي بتاعت كل حاجة يعني جوندس وهبات سمين وميجلي وسمول فورج سيشنال ايج مايكرو كيفالك عنده هيرين جلوس هايبوتونيك بور ساكلين سيجرز كوريوريتونايتس نومونيا كل حاجة بيعون كل حاجة هتبقى ممكن تموت الطفل وخصوصا او كان بري تيرم او عنده اميون ديفيشنسي او اميون ديسوردر خلق انا حطى الصورة دي عشان موضوع الراش اللي بيحصل في الصور دي لاطفال اميون ما هماش عندهم ومع ذلك ظهر عليهم حاجة احنا قلنا هو زي ما شفنا في بيعمل اللي هو راش او يعمل البيتيكي والبيربرا لكن هنا العيان ده عنده جاي في وشه و جاي في رجليه لها العيان ده عنده حاجة اسمها الجيانوتي كروستي سندروم اللي قلنا المرة اللي فاتت لما كذا تقرب من بعضها وتكروست وهي اكتر منها بالفيروس انا كان عندنا عيان الاسم بتاعنا في ابو ريش اظن يعني زميلي معنا عارفينه الولد ده كان سنة وعنده كان عنده سفينوميجلي وعنده انيميا وعنده راج غريب كده في رجليه وبعدين عدنا نعمل كل حاجة مش طالح حاجة ما فيش حاجة في ادينا عارفنا وصلاة غير بس 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 هو مخدش تريتم الولد بيريكافر لوحده بس كان عنده الراجدة برغم انه هو اميون كومبتنت الجانط كروست دي كان فيه وش ونقط نقط كده شبه بتاعة الكونتكت او الاكزيم فيه صوابع ايديه وعدنا ندور بصراحة النواب يعني ربنا يكرمهم هما اللي قاعدوا يدوروا ويشوفوا الـ في عيانين في اطفال اميون كومبتن تماما مش عندهم مش هاتفقنا ان العيان الاميون كومبتن ده مش هيجي لويلنس لأ موجودة في عيانين في اطفال سلام برغم ان الحالات دي ويطلعوا فري بس حصل معه واضحا الـ ممكن يعمل اي حاجة واظن دخوله في الجيناتيكس بتاعة السيلز بيخليه يبقى ليه اميون موديولاتوري افاكت بيغير شوية زي مثلا يقولك ان في حاجات المرضى يعني بقت حاجة اسمها الـ او يعني يعني فخل المريض ي عنده يعني عنده بعد لا بدأت تحصل صورة تانية بس هلسه ما قررتش بصراحة بتاعتها بس عجبتني قلت وها كد دي في حد 28 سنة تقريبا عندها من الـ وهي اميون كمت تاعت يعني طيب اللابراتوري تاست اللي عملها في حالات الـ طبعا انا لازم بقى عندي لما لاقي بيبي مولود بالفيتورز دي اكيد لازم هشك في مين دا اللي هشك فيه او امت جايلي بال بسيمتوماتيك ديزيز يعني بالكل الفيتورز اللي قلناه او جاي بأبنورمال هيرين سكرينيج احنا اتفننا اشهر سبب للنون هريداتري سنسوري نيورال هيرين لصف او عنده ابنورمال كريني ومطلع او عنده السنار اللي عمله هو في تس فيه مشكلة او الام في الحمل جالها او اتشخاص في الحمل او او دول اللي هايبو سكرين خلاص لازم هعملو طيب في ممكن يبقى في ايه ممكن يكون عنده انيميا ممكن يكون عنده اللي بليروبن تتال ودايريكت اللي بلبر انزيم تبقى عالية السنار هلاقي او النيورو الكريني التراساوند او سيتي هلاقي في كالسفيكيجنز هلاقي في او كل الحاجات الفيتشور اللي اتفقنا عليها طيب طبعا الكونجينتل سيم في بيتشخص لما اديتكت الفيروس ده سواء بدايريك كولتشر او بالبي سي ار فاول ثلاثة اسابيع من الولادة لكن بعد ثلاثة اسابيع لو لقيته انا مش هبقى عارفة هو عنده عشان هو اتولد به ولا عنده يعني مثلا هو مولود في البرت كنال ولا خدم فمش هقدر احدد لكن لو لقيته في اول ثلاثة اسابيع يبقى ده اكيد او اللي هو سيم سيم هنعمل كل حاجة نعمل هيلخبطني مع الكون هيلخبطني مع بقيت التوش وكل هيلخبطني مع 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 وعنده 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 يطلع بقى يطلع حاجة ويطلع ويطلع مع الحاجات اللي مع نيرولوجكال علاجه سبورتف او انتفايرل الانتفايرل برضو مش يعني كلامها مفخوش مفخوش جديد يعني هو لما بيعندي ساعة بيدوا بيدوا الجان سايكلوفير الاي ده ست اسابيع ممكن يدو ست شهور ولو كان السيم اقل خطورة شوية حاجات بسيطة ممكن يدو تمام العين الاسمتوماتيك ما بيحتاج اصلا انتي فيرل دي انا عارفة انها مش واضحة لانها متاخدة من الاب تو دي بس يعني عجبتني انها منظمة كده هتبقى مع حضراتكم ان شاء الله بعد ما خلصها بعتها بس حطها هنا العيني الكنجينتل سي ام في وده الكنجينتل اتفقنا ان هما تسعين في المائة اسمتوماتيك وعشرة في المائة بس اللي عندهم السيمتوم اللي هي البيتيكي والراشو والكالسيفيكيشن والمايكروكافيلي والهيرين والسيجر الارلي برضو معظمهم اسمتوماتيك ممكن يبقى عندهم فيفر سوية ابتسفلين مجلي شوية ابنورم بلود لا في البريماتيور والفيري لو بيرث لا ممكن يبقى طبعا المانفستيشن اعلى المفروض ان هما ما يبقانش عندهم حاجة ويبقى عندهم المونونيوكيوز ريرلي ممكن يبقى برضو فيه شوية ثومبوسايتوبينيا شوية ابنورم حاجات بسيطة كده لكن الاصل ان هما بيعدوا كويس والراش هي مكتوبة يعني مكتوب الراش في الناس الاميون اميون اميون طبعا لا مصيبة يعني والتريتمنت في كل واحد ايه والأوتكوم طيب احنا فضللنا تلات دقايق لو فصل الفيديو هندخل تاني بس انا عايز اتكلم بس على فكرة اللي همين انا بقى احنا اتكلمنا في مرة من المرات عن واتفقنا ان فيه حاجات اسمها يعني ايه الحاجات اللي تتعامل عشان اخليها سيف كانوا تلات حاجات رئيسيين اللي هما تمام وكان فيه حاجة اسمها الارادياشن وكان فيه حاجة اسمها الووش الفلتريشن هو المفروض بحاجة مونيفرسل يعني مفروض اي حد ياخد دم ياخد دم فلترد واتفقنا الفلتريشن هو معناه اني بقلل كمية الوايت بلات سيلز اللي موجودة في كيس الدم هو كيس الدم فيه ويت بلات سيلز اكيد هو كيس الدم ما هوش ريد سيلز بس ما شار واحدة طبعا معايا ويت بلات سيلز طيب الفلتريشن بيقلل اللوج بتاع الوايت بلات سيلز اللي بتتنقل كتير جدا بيقلله كتير قوي وستيل بيعدي ويت بلات سيلز ولكن على الاقل هيحميني شوية هيحميني ملقه اميونيزيشن هيحميني شوية من السيم في اللي هيقل ما هنقل دم لمريد سيم في باستف هيتنقل طبعا للمريد للانسان اللي هو ما كانش عنده سيم في فالفلتريشن او اللوكو ريداكشن حاجة في غاية الاهمية وكان لها طريقتين حاجة بتتعامل بري ستوريج قبل ما الدم يتخزن وفي حاجة بوست ستوريج عن طريق البيت سايد فيلتري فكل ما نعرف ندي طفل سيم في نيجيتف بلد هو طبعا اي انسان يعني من حقو انه ياخد سيم في نيجيتف بلد يعني نحاول نعمل على قد ما نقدر بس ايه بالذات الاطفال وبالذات النيونيتس طبعا وبالذات العينين وعينين الزرع وعينين الانكولوجي المفروض انه هما ياخدوا سيم في نيجيتف بلد فلتر بلد يعني ويبقى جاي كمان انا بعرفة ان انا الدونر اللي انا اللي خدت منه قدام ده سيم في نيجيتف مفروض يعني طيب السيم في بقى في البون مارو ترانسبلانتيشن وده اللي انا شفته واشتغلته في ريسيبيانس مشكلته الكبيرة مع الجرافت بيرساس روس ديزيز او الجرافت لوس السيم في بيؤدي الى جي في اتش دي والجي في اتش دي بتخيل العين لاي بورفول اينفكشن على رأسها السيم في السيم في ممكن يبوز الزرعة اللي هي العين بيتحضر لها بقى له سنين او انه هو مستنيها عشان يعدي من هذا المرض ويبقى انسان طبيعي فسيم في خطير جدا جدا في البون مارو ترانسبلانتيشن طيب مشكله هتحصل هتحصل ازاي مشكلة مش بس ان السيم في ان العين سيم في لا ده لو الريسيبيانت سيم في ناجاتيف وخد جرافت من دونر سيم في بوزيتف مش لازم عنده إلنس لا هو سيم في بوزيتف وخلاص وخد الجراف فهو نفسه بقى لايبل انه يري اكتيبيت في اي وقت وري اكتيبيشن ممكن يحصل في اول مئة يوم بعد الزرع ودول اخطر مئة يوم انه ممكن يقصروا على فانا بنتكلم عن السيطوميجالوفيروس في العينين الزرع اكتر وقت العين لايبل انه يري اكتيبيت سيم في في اول مئة يوم بوزيتفرانسبلانتيشن تمام وما اهم مئة يوم بعد زرع النقاعة طيب الخطورة في ايه الخطورة في الجرافت بيرساس هوس ديزيز رينال ترانسبلانتيشن مشكلة هتبقى اكتر في الحاجة اسمها دي بوزيتف ار نيجيتف ريسيبينت يعني دونر بوزيتف دونر عنده سيم في ادى لريسيبينت نيجيتف فور سيم في طيب طبعا يعني مش مش هقول التفاصيل يعني ها دي معظم اكتر مشاكل السيم في في الزرع يعني ممكن مش كل الناس تكون بس نبقى عارفين ان هو حاجة مهمة قوي قوي في المرضى دول طيب يعني ايه بقى سيم في انفكشن ويعني ايه سيم في ديزيز هل اللي في المعنى ولا مختلفين سيم في انفكشن يعني انا عندي سيم في اي شد فيروس سلايفا ستول سرو بلد يعني عندي الفيروس موجود طيب سيم في ديزيز يعني الفيروس اللي عندي ده عملي ديزيز او عملي ما يسمى بالإند أورجن ديزيز وخصوصا في المرضى اليميون كومبروميز سواء اليميون ديفيشنسي او على اميون سابريشن سيفير اميون سابريشن او عينين الترانسبلانتيشن يعني ايه يعني سيم في امتكشن يعني انا عندي سيم في عملت بي سي ار لقيت سيم في عندي خمسمائة كابز مثلا بس ما عنديش سيم في لا سيم في ديزيز انا عندي انفكشن بي سي ار بوزيتف وعندي عندي نومونيا سيم في نيمونايتس عندي جسترو انترايتس نتيجة السيم في عندي سيمتوم بسبب السيم في طيب لو انا اديت العيان علاج وهو عنده سيم في من غير ديزيز حاجة اسمها بري امتف ثيرابي بري امتف ثيرابي يعني انا بتديله العلاج لمجرد انه عنده سيم في ده بوسط وانا مش هعمل كده غير في المريض يا اما الايمين كومبرومايز يا اما عين الزرع لان انا لو سبته لما يقلب سيم في ديزيز ممكن يموت فانا لازم ألحقه بالبري امتف ثيرابي سيم في ديزيز انا بتديله بقى خلاص تريتم يعني مراحل التريتمت اللي هي تارجت تريتمت بقى ان انا عندي فعلا افيدنس اف 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 المراحل اللي بنعدي فيها في الزرع فيها حاجة اسمها بروفي ده ده العين لسه قبل ما ياخد الجرافت هو بياخد الكيمو الثاربي وانا بحطره زي ما بديله البروفيلاكتك بكتيريال وبديله الستريم وبديله الحاجات بتاعتي ديفلوكان واواوا باجي اديله الاسايكلوفير او الجانسايكلوفير طبعا الجانسايكلوفير احسن من الاسايكلوفير بدهوله البروفيلاكتك قبل ببعنده اي حاجة وببدأ بعد ما بديله الزرعة بدأ من عند اليوم الاربعتاشر بعمله cnv pcr ده بتكلم على عين البون مرة بعمل pcr كل مرتين في الاسبوع من day plus 14 طبعا اش معنى day plus 14 لانه ده الوقت اللي انا مستنية في العين يبدأ يحصل او يبدأ يحصل يحصل يعني يعني فهيبقى عندي white blood cells هتبدأ اول ما هتيجي في الجرافت يبدأ ويظهر لكن قابليها هو اصلا فما حتى لو موجود مش يعمل حاجة فانا عندي يعني انا اديت للعين prophylactic antiviral قبل اصلا ما detect هو عنده infection ولا لا طيب خلاص empirical اللي هي ايه ان انا اديت حاس ان عين عنده risk factor فانا بديله كده علاج كأنها preemptive يعني عشان ما يقلبش بايه بايه النزح ايه او cnv disease خلاص target treatment لا خلاص العيان عنده cnv disease وانا بعالج cnv neemonitis بعالج cnv gastroenteritis بعالج cnv pcr مرتين في الاسبوع اول ما الcount بتاعت cnv تبقى positive وطبعا هي ما اختلفوا شوية اللي هبدأ عليه يعني في الناس قالت 500 وفي papers مش كده حاجة على حسب المعمل وعلى حسب center هياخد انهي رقم كرقم هبدأ عليه 500 او اكتر او 500 ورايزنج بنبدأ الجن ونبقى بمشكلة لان cnv نفسه هيؤدي الى graph versus whole disease او graph loss والجن سايكلوفير اصلا بيعمل بون ماروس فاحنا بنبقى مسكين يعني بندعي ربنا العين يعدي من ال cnv على خير بنبدأ iv على 5 ميلي جرام بركي جي كل 12 ساعة اول اسبوعين وبعدين once الPCR بقى بيقل بقلب once oral مش oral السورية واكمل iv على 5 ميلي جرام بركي جي كل 24 ساعة واكمل عليه اسبوع كمان يعني total بدي 3 اسابيع ممكن اكتر 6 اسابيع او حاجة واكمل باورل على حسب الPCR بتاعي بقى ولا negative طيب معظم العينين بتوعنا اخدوا اخدوا preemptive therapy ما اخدوش تارجت therapy يعني بدأنا العلاج قبل ما يقي بي ما تستحك بس كده هو ده يعني انا عارفاها طبعا لو في حد عايز يقول اي حاجة شكرا جزيلا لحضراتكم واسفة على الاطالة واسفة على التأخير ان احنا طولنا النهاردة يا رب بتكون حاجات يعني مفيدة لحضراتكم ملخص سريع لكل اللي قلنا ان احنا المعظم الناس اسمتوماتيك الا لو كانوا هاي رسك مين الهاي رسك المعظم 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 وخصوصا البيترم دي اول نقطة مهمة النقطة التانية كيف تستحك السيرولوجي بتاع المعظم اعمل المعظم وانا مستنية ايه في النتائج ولو لقيت النتائج نان كونكلوسيب او اكوي بوكل ادور على طريقة تانية ان انا اديتكت الفيروس لو هو فعلا انا بالبسي آر او بالبايريك فيرال كولتر العلاج عادة الناس الاسيمتوماتيك او مش هيحتاجوا علاج الناس هيحتاجوا عينين الزرع عينين بيحتاجوا زرع سواء كان اي بي او 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 جان سايك وانا اللي سمعتهم يعني مش موجود في مصر او بقى غالي جدا مش لقيا فده حاجة عضا لكو تقولولي بقى لو انتم بتلقوه ولا لا لأ انتم عندنا بيقولوا ناقص جدا النقطة الاخيرة انه الاطفال السوامبوتين اللي في الحضانات دول مهم للسي ام في فالسيدات الحوامل مقبوض ما يبقاش في very high contact معهم او ياخدوا بالهم كويس جدا عشان ما يلقطوش الانفكشن ده لانه لالاسف بيكاري risk of congenital cnv which is very severe زي ما شفنا وممكن يعمل long term disabilities بس اظن ها دي كل الحاجات وشكرا جزيلا لحضارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته